هل ورد عن نبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن لحم البقرة داء ولبنها شفاء الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة لاتباع قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وإنما يجب اتباعه من السنة ما ثبت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم دون ما لم يثبت والمرجع في معرفة ما يثبت مما لم يثبت إلى أهل الحديث الذين يعرفون درجات الحديث ويميزون بين رجاله ويحكمون على إسناده وهذا الحديث الذي ذكره السائل فيما يتعلق بالبقر حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وراد بأسانيد كلها موضوعة كلها موضوعة ومن ثم فهذا الخبر لم يثبت عنه في بعض أسانيده ما هو محل اختلاف هل هو موضوع أو ضعيف جدا وبالتالي لا يتقوى بهذه الأسانيد والروايات ومن ثم فلا يصح التعويل عليه نعم شكر الله لكم على الشيخ